لأ وكان شخصية كمان يعني كان عنده شفاية إفهات كالعادة يعني ما بتعديش انت بتحط بصمتك على الشخصية الحمد لله مش كلها بتكون يعني سواء الإفهات أو الحركة مثلاً أو طريق التحرك الشخصية وكلامها مش كله بيبقى على الورق وكل شخص ليه مفرداته وليه مصطلحاته الخاصة ويبقى عنده ثقافته وبيبقى يعني عنده مستوى اجتماعي معين ومستوى تعليمي فمن خلال الحاجات دي أو المعلومات دي أو جزور الشخصية اللي أنا بسأل عنها المؤلف طب هو إيه اللي حصله طب هو دي بقى هنا إزاي طب الفلوس دي هو ورسها ولا جياله يعني عموماً يعني في أي شخصية مش في خزاع فبعرف تفاصيل عن هذه الشخصية وببتدي أنا أضيف عليها بقى المصطلحات اللي هي تليق من هنا يعني ما يفعش اتكلم بطريقة تاني أو يبقى عنده ثقافة تانية إلا من خلال الخطوط بتاعته هو ومن خلال قصته وصروفه الاجتماعية